اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة وربما في الحلقتين القادمتين سنتحدث عن تصريحات متتالية لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي في العراق يعني خلال هذه الفترة صرح كثيرا مصطفى الكاظمي وتصريحاته كانت مثيرة الحقيقة وتحتاج إلى وقفه لكي ندقق يعني ما الذي يريده هذا الرجل ولماذا يتحدث في هذه اللغة ولماذا يتحدث في هذه التصريحات واليوم يعني نتحدث عن عن تصريح لمصطفى الكاظمي قال فيه بالنص قبل أيام قبل أن يغادر إلى مؤتمر جدة الذي عقده في المملكة العربية السعودية وكان حاضر بايدين وعدد من قادة الدول الخليج والدول العربية فقبل أن يذهب قال كلام يعني لأحدى المحطات العراقية محطات الحكومة طبعا محطات تلفزيونية قنوات الحكومية التلفزيونية وأحزابها قال العراق أصبح يشغل موقعا مهما في السياسة الدولية ورقما مؤثرا بين الدول العربية الله أكبر يعني أنت تستغرب من تصريحات كثيرة وتنظر إلى واقع العراق وترى شيئا آخر يعني مثلما يتحدثون عن الديمقراطية والعراق في قعر الاستبداد والانتهاكات عندما يتحدثون عن الازدهار والعراق على قائمة الدول الفاشلة بكل معنى الكلمة عندما يتحدثون عن التقدم والعراق متخلف عن كل الدول بمسافات كبيرة يتحدثون عن الحياة المزدهرة والحياة من أسوأ ما يمكن والعراق تعول إلى مقبرة والخلاصة أن واقع الحال شيء وأحاديثهم شيء آخر وهذا الحديث أيضا شيء والواقع شيء آخر العراق أصبح يشغل موقعا مهما في السياسة الدولية ورقما مؤثرا بين الدول العربية كيف يمكن للدول أن تكون بهذا الموقع؟ يعني كيف يمكن لبلد أن يكون بهذه المكان أن يكون له يشغل موقع مهم وفي السياسة الدولية ورقما مؤثر في منطقته في محيطه كل الأدبيات السياسية والأدبيات الاقتصادية والاجتماعية تتحدث عن أن الدولة عندما تمتلك مضمون حضاري وهذا المضمون الحضاري يشمل القوة السياسية والقوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية إلى آخره ولا يكتفي الأمر عند هذا يعني مو فقط تمتلك هذه المقاومات تمتلك مقاومات سياسية واقتصادية والاجتماعية والتقنية وثقافية وتمتلك موارد هذه كلها لا تعني شيء إن لم تكن مؤثرة إن لم تكن هناك قوة حكومة سلطة تستطيع أن تحول هذه المفردات في القوة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال فالتحول بالتالي هذه النقاط إلى أعوام الضغط وتأثير على الآخرين والقوة يعني فسرونها يقولون قدرة على أن تؤثر على الآخرين لكي يقوموا بأشياء لم يكنوا يقوموا بها لو لا ذلك يعني أنت تمتلك مقاومات تجبر الآخرين على القيام بأشياء ما كانوا يقوموا بها لو لا هذه المقاومات هذا واقع التأثير واقع القدرات العراق نعم بلد حضاري بالتاريخ لكن ماذا فعلتم به خلال 20 سنة ما شكل العراق يعني هو نظام هذا السياسي المتهرئ هذا الفساد اللي يمخر به هذا الاقتصاد المتهرئ اللي ما تعرف ش تسميه يعني لا يوجد تعريف مضبوط للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق مدمر بشكل كامل يعني إلى أين يتجه العراق لا أحد يدري أهله في حال يرثله يعني تجي الأموال هذه الأموال الكبيرة التي تضخ عبر أنابب النفوط وتجي أموال يضخ النفوط وتأتي الأموال وإذا الأموال تذهب إلى الفاسدين جوب الفاسدين والعراق لا يستفاد شيء وأهل العراق يعني في ضيق ووجع وعدد فقراء هم خارطة الفقر توسعت خارطة البطالة توسعت خارطة الخراب والدمار وغياب كل شيء توسع عشرة الشهر على الأقل اللي حد الآن عشرة الشهر من سوى انتخابات ما يسمى بالانتخابات المبكرة اللي حد الآن لم تشكل حكومة والصراعات قائمة والقتال بينهم يعني في أي لحظة يندلع على المكاسب وعلى الكراسي هذا واقع الحال هذا واقع العراق إذن كيف أصبح العراق يشغل موقعاً مهمة في السياسة الدولية ورقماً مؤثراً بين الدولات على البلد أن يكون مستقر أولاً على البلد أن يكون مؤثر في شعبه على الحكومة أن تكون مؤثرة في شعبه وسياسة الخارجية سياسة معلومة وواضحة وطبيعية ومنطقية ولها آفاق ولها يعني لمعان لامعة مملمعة قادر على التأثير لأنه ما خلفها ما تستند إليه من عوامل القوة كثيرة العراق في أضع حالاته العراق الآن متغولة عليه قوة خارجية إيران تتحكم به والميليشيات تتحكم به والسلطة التي يحكمها مصطفى الكاظم قادرة أن تخرج من المنطق الخضراء يعني هم هذه الميليشيات اعتدت حتى على بيته حتى أرسلوا طائرات مسيرة هذه المفخخة على بيته لحد الآن لم يذكر يخافاً يذكر منهم هؤلاء يقول نعرفهم ولا يذكر شكلنا لجنة يشكل لجنة والصراعات على الساحة العراقية كل قوى الدنيا تتصارى على الساحة العراقية والشركات الأجنبية تستولي على النفط والشعب العراقي من فقر إلى فقر يتظاهرون في كل يوم لا كهرباء ولا ما ينظيف ولا خدمات ولا كل شيء ولا وظائف حالة مزرية وأنت تتحدث عن موقع مهم في السياسة الدولية أن تتحول إلى ساعي بريد شيء والقوة والتأثير والموقع المهم والرقم المؤثر شيء آخر أما أن تكون ساعي بريد تنقل رسائل من هذا لهذا تنقل كلام من هذا لهذا هذا موضع آخر هذه مهمة أخرى وهذا ما تقوم به أنت مجرد ساعي بريد هذه الحكومة كلها ساعي بريد إيران تنقل رسائل عبره مصطفى الكاظمي إلى السعودية وإلى الخليج والخليج ينقلون رسائل إلى إيران وهكذا هذا واقع الحال هذا لا يعني أنك رقم مهم ورقم مؤثر هذا الساعي البريد يمكن يستبدلونه بأي ساعي بريد آخر هذه ممكن يستبدلونه بالاتصال المباشر هذا كلام لا يمكن قبول الحقيقة وهذا واحد من الأقوال التي يعني المثيرة في أقوال المالي يحاولون في شتة طرق أن يقلبوا الصورة أن يحولوا الصورة إلى شيء آخر أن يضللوا أن يخدعوا الناس العراقي ما يخدع لكن في الخارج ربما يتصور البعض أن هذا الكلام حقيقي لم يكن يعرف العراق ولا أعتقد أن هناك بشر يعني سواء إعلامي سواء مثقف سواء سياسي وسواء حتى إنسان عادي لا يعرف ما الذي يعانيه العراق الآن منذ 2003 إلى حد الآن العراق بؤرة للصراعات بؤرة للخراب بؤرة للدمار العراق فقد هويته يفقد هويته شعب بلد فقد هويته كيف يمكن أن يكون مؤثراً؟ ربما وقت هذه الحلقة لا يكفي الحديث أكثر سأترككم بالخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة